تحتفل جريدة النهار الجديد بذكرى التسعة لتأسيسها وإطلاق أول عدد منها في مثل هذا اليوم من سنة 2007 جريدة النهار الجديد قلبت المعادلة وكسرت كل الطبهات واستطاعت أن تأسر قلوب وعقول الجزائرين بطاقة من شاب استطاع رفع التحدي بعد أن وضع القائمون على المجمع ثقتهم في خرجية الجامعة الجزائرية وعلى هامش الاحتفال بذكرى تأسيس جريدة النهار الجديد نظمت الجريدة بفرض أحد قرائها الأوفياء معرضا يبرز أهم المحطات التي مرت بها الجريدة كما يعرض للعامين التي صدرت منذ سنة 2007 حيث أبى هذا المواطن إلا أن يقاسم تشربته وعشقه للنهار عبر جمع كل أعداد الجريدة منذ إطلاقها قبل تسع سنوات كفلا وهي صوت المواطن للجزائر العميقة ووكبت النهار الجديد كل المحطات البارزة التي مرت بها الجزائر سياسيا اقتصاديا أمنيا وكذا رياضيا على جميع الأصعدة وباسترجاع أرشيف النهار يتذكر الجزائريون وقراء انفراض النهار بكل الأخبار الحصرية التي تهمهم في يومياتهم أين كانت سباقة لتعاضي مع كل الملفات وقاسمت أبناء الجزائر أفرحهم وأقرأهم على مدار تسع سنوات كاملة النهار اليوم بحق ثورة في عالم الإعلام الجديد الرئيس والمدير العام لمجمعي النهار نيس رحماني وعلى هامش حفل استقبال أقيم على شرف زملاء في جريدة النهار الجديد والنهار تيفي في مناسبة للاحتفال بالذكرى التسعى لإطلاق جريدة النهار الجديدة كده أن مجمع النهار حقق نجاحات كبيرة بفضل طاقة من شاب رفع التحدي وستطاع أن يحول النهار الجديد إلى رقم فاعل واحسبوا له الفحصة في المشهد الإعلامي الرئيس المدير العام لمجمع النهار أكد أن الخطة لإفتتاح النهار المستقل وليس مرتبط في أي جهة سواء سياسية أو من عالم المال والأعمال زمينة لليس حماني رئيس المدير العام لمجمع النهار تحدث عن تبني النهار الجديد لخط وطني جامع للجزائريين بعيدا عن أي تخندق سياسي مؤكدا أن السبا أو الشاتم ليس من أدبيات مجمع النهار الواجب الصحفي يزمن مرتوعة والمرتوعة كما يقول لك بحرية واستقلالية الآن من الصعب جدا في بلاد تشهد تحولات كبيرة كما الجزائر أنه تقول لي من تبدأ الحرية ومن تنتهي حرية تبدأ وتنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين ونبدأ ونسيء ونبدأ نقيسه للناس الآخرين في كرامتهم في اعتبارهم كذا هنا تنتهي الحرية تعنا تقول لي كينا بلاساس كوندال هذاك مشغلنا كينا سوحد الآخرين ربما كانت مرحلة معينة تسوق صورة سوداوية على الجزائر ولا أي صورة سوداوية تبيع الجورنان آمت باش لا آمت باش صورة سوداوية معاش تبيع الجورنان هذا عنصر مهم في الجزائر الآن وفي المرحلة هذه مهم جدا أنه المزدقية الرأي العام أنه المهانية تغلب على المصالح ضرورية بزاف ننتقد الحكومة وبالنسبة لنا واجبنا كسلطة رابعة ننتقد الحكومة قضية الانترنت كان بطعة الانترنت والناس تريد تعاني من الانترنت عيب ما نقولوش ما نشبش نقولو الحكومة راي يمليحها ولكن يكون فيه نقد إيجابي نقد بناء رانا نشوفوا قنوات تظهر قنوات تختفي قنوات تختفي وقنوات جرائد تاني نفس الشي تختفي وكذا الحمد لله النهار ما هيش قناة تعريجال أعمال كي نقول قناة النهار ما هي قناة رجال أعمال حبي يقول ما هيش مرتبطة بمجموعات مصالح هذه قضية أساسية ربما أنتم ما متحسوش بها أنا نحس بها بزاف لأنه لما تكون مرتبطة برجال أعمال ورق الطريق تبدل لقاع ايطر بوزيتيف ما هي معنى تنشيطة تكون إيجابي في الدنيا هذه ما هي معنى تنشيطة لأنه في نهاية المطاف أي إساءة للجزائر ما رحش تخدم لا صحفي ولا المؤسسة ولا الشعب الجزائري كل ما تكون تصرفات سلبية برا شكو اللي رح ينظر منها نظر منها إحنا الجزائريين لأنه رحنا نساهمه في انتشار ظواهر سلبية رح نعانيه منها بضرورة فمن الضروري جدا أن القناة تكون عندها رسالة إيجابية في المجتمع